استعرادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد طرق تمويل مشروعات التكايف في مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكايف التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخلال مشاركتها في جلسة الاستثمار في التكايف دمن فعليات المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات التمويل المناخي ضمن فعليات التحضير لاستضافة مصر المؤتمر المناخ كوب 27 أضافت وزيرة البيئة أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكايف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تأكل السواحل